السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم بتابعيني الاعزاء في قناة ناني لايف يارب تكونوا بصحة وسعادة وخير ان شاء الله معاكم حنانة علي مدربة تنمية بشرية وتطوير الزات واخصائي تعديل سلوك النهاردة هنتكلم على الفترة اللي بنمر بيها في التوقيت ده الفترة دي حوالي اسبوع الفترة دي كتير مننا هيشعر انه طقت ومنخفضة انه مش قادر يعمل ولا شيء ولان الفترة دي شبيهة الى حد كبير جدا جدا بالصحوة والصحوة هنا يعني ميلادك من اول وجديد وده نتيجة لارتقائكم في الوعي كتير منكم هيحس بتعب جسدي كتير منكم هيحس بصداع هيحس بتوتر هيحس بانه فعلا عنده ضغط نفسي ولكن حاولوا ان انتوا ما تستجبوش للأعراض دي حاولوا ان انتوا تريحوا اعصابكو شوية حاولوا ان انتوا ما تفكروش كتير لان النور بيدخل ليك لجسدك فزي تجديد الطاقة بالنسبالك فهنا في تطور ليكو كلنا عارفين ان الارض بترتفع وده المجال المغناطيسي للارض هو اللي بيأثر على تعبك الجسماني ولكن لازم نفهم كويس جدا ان دي كلها تطهيرات قوية جدا جدا لأجسادنا حاولوا ان انتوا اكسادكو تاكلوا اكل صحي حاولوا ان انتوا دايما يكون فيه ترتيب للجسد حاولوا ان انتوا يعني بمعنى ضغط انكو حاولوا ان انتوا يكون فيه استحمام دايما واختسال بماء وملح تام الميديتيشن كويس تبتدي الصلاة والاسكار وتعلي من روحانياتك في الفترة دي لان انت بعد الفترة دي ان شاء الله بعد ما تمر بسلام هتلاقي نفسك ان انت النور عندك توهج بزيادة جدا وروحانياتك علية جدا جدا وطبعا احنا عارفين ان دي كلها مغامرات الكون معانا ولكن المرة دي هتكون لصالحنا جميعا ان شاء الله حاولوا في الفترة دي تبتعدوا عن اي ناس بتكون سلبيين ناس بتكون مصصين طاقة حاولوا ان انتوا ما تدوش مشاعركوا احسسكوا لناس تكون سامة بالفعل في التوقيت ده حاولوا ان انتوا تتلاشوا وتبعدوا عن الاشخاص الطاقات السامة هيكون فيه ظهور لناس معينة طاقتها منخفضة طاقتها سلبية هتحاول انها تجبرك وتسحبك ليها للطاقات السلبية لحكويها وتبتدي تسحبك عشان تسحب طاقتك بل بالعكس حاولوا انتوا تبعدوا عنهم تماما وتبعدوهم عن مجالك الطاقي اي طاقة دخل عليك وحاسس بيها ان هي جاية من شخص سام حاول برفضها الطاقي وزي ما قلتلكوا هترفعوا تردداتكم بالصلاة بالروحانيات بالأسكار بالتسبيح بالتأمل حاولوا ان انتوا ترفعوا تردداتكم بيقنكم بالله سبحانه وتعالى والتسليم لله وحده بأمر الله هيكون خير وهتعدوا منها بمنتهى اليسر بأمر الله الناس اللي هي مش عارفة بموضوع الصحوة مع اني كنت نزلت اوديو قبل كده وشرحت فيه موضوع الصحوة حاولوا ان انتوا في الفترة دي تبقوا فاهمين كويس جدا ان الشفاء الداخلي ده شفاء داخلي كسيف جدا جدا وجايلك من عند الله سبحانه وتعالى يعني عارفين انتوا العلاج اللي من عند ربنا سبحانه وتعالى مش قادر اقول لكم قد ايه ان اكساتكم هتكون جميلة جدا بعد ما هتحسوا بتقولها بعد عملية التشافي دي ان شاء الله هتحسوا ان انتوا اجسامكم خفيفة جدا جدا وهتلاقوا التجليات وهتلاقوا بقى العين التالتة ابتدت تتفعل وشاكرة تاج ومش عايزة اقول لكم من خيرات ربنا قد ايه هتلاقوا الوفرة هتلاقوا حاجات كتيرة جدا بتتجدد في حياتكم وهتكون جاهزة ليكم بأمر الله وبإذن التوقيت ده بالفعل هيكون فيه تشافي هيكون فيه توازن للشكرات هيكون كمان بالنسبة للناس هتتوازن عندها الطاقة الزكورية هتبتدي يكون فيه توازن فيها ارجو منكم الاهتمام بان انتوا زي ما قلتلكوا الترتيب لأجسادنا جميعا الترتيب بالمية والملح ابتدوا اسكاركو ابتدوا ميديتيشن حاولوا ان انتوا يعني ما تقطعوش الميديتيشن لو كل يوم عشر دقائق ربع ساعة هتفرق معاكم كتير جدا جدا التسبيح والصلاة والاسكار مهمة جدا جدا في التوقيت ده عشان تمروا بيها بسلام بأمر الله مرسي جدا وبشكركم ما تنسوش اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته